منشطات إنجليزية هي مجموعة حلقات قصيرة من خمس لعشر دقائق بالكتير الغرض منها تنشيط الزاكرة لأن الطبيعي أنك لما تبعد عن أي مادة فترة طويلة بتنسى حاجات كتيرة وفي كل حلقة هنتكلم عن جزء مهم سواء لي علاقة بالجرامر أو الفوكب أو المهارات الأخرى وكمان هنحاول نحل مع بعض مثالين أو ثلاثة عشان يكون شرح وتطبيق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للي بيسمعني للمرة الأولى معكم مستر محمود خضر وأول مجموعة حلقات من منشطات إنجليزية هنتكلم فيه مع الملاحظات مهمة في الجرامر النهاردة مثلا هنقول إزاي نتعامل مع سؤال الجرامر اللي لي علاقة بالتنسز أو الأزمنة ولما هقول تنسز هيبقى السؤالية إما past في الماضي أو present في المضارع لأن future أو المستقبل ما بقاش موجود السنة دي بعد حزف واحدتين كانوا موجودين السنة اللي فاتت اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن past والنهاردة هنتكلم عن present ولما نقول present هنلاقي عندنا ثلاثة أشكال sample present continuous present perfect present ولكن إنت لو كنت مركز الفترة اللي فاتت وإنت بتحل الامتحانات وبتراجع هتلاقي أن التركيز عندنا في المنهج بيكون على perfect present عشان كده هو ده هيكون محور اهتمامنا في الحلقة دي وأول سؤال هيسأله الطالب إزاي أعرف أن الجملة perfect present الموضوع مش صعب بمنتهى السهولة أنت بتحس أن الجملة أو معنى الجملة بيتكلم عن حدث في الماضي ولكن مفيش في الجملة أي شيء يدل على الماضي يعني أنت فاهم أن هي ماضي بالمعنى ولكن مفيش عندك كلمة من الكلمات الدالة أو في عندك مثلا جملة في الماضي تعرفك أن ده في الماضي ولكن بتفهم أن ده في الماضي من المعنى خلاص قدرت تتميز أن الجملة perfect present قبل أي حاجة تانية حدد إذا كان السؤال active or passive يعني معلوم ولا مجهول طيب إزاي؟ حاجة اسمها passive test يعني اختبار المبنين للمجهول إيه بقى الاختبار ده عبارة عن إيه؟ أول حاجة بص على الاسم اللي الجملة بتبدأ بيه هل الاسم اللي الجملة بتبدأ بيه قادر على القيام بالفعل؟ ولا لا؟ يعني في المثال ده هل الاسم rules بمعنى قواعد قادر على القيام بالفعل اللي هو follow يتبع قادر تبقى الجملة active معلوم غير قادر تبقى الجملة passive بس خلي بالك ممكن السؤال يبدأ باسم قادر على القيام بالفعل ولكن مفيش مفعول بعد الفعل إذن برضو الجملة passive يعني إيه الكلام ده؟ يعني في المثال ده مثلا الاسم اللي بتبدأ بيه الجملة اللي هو هل قادر على القيام بالفعل اللي هو invite يدعو ولكن بعد invite فين المفعول؟ فين الشخص أو فين الاسم اللي هل بتدعو مش موجود في الحالة دي هل هي المفعول ودلوقتي خلينا نتكلم عن استخدامات perfect present بالتفصيل وطبعا زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم عن الاستخدامات اللي لها علاقة بالمنهج بتاعنا وبيتكون شائعة في الاسئلة والاستخدام الاول عندنا refer to the past with no definite time معنى الجملة ان الحدث تم في الماضي ولكن ما عنديش في الجملة ما يدل على الماضي يعني ما عنديش كلمة من الكلمات الدلة على الماضي او عندي جملة تانية في الماضي عشان اننا يكون عندي وقت محدد فاستخدم مثلا التصريف التاني او استخدم شكل من اشكال اللي هو الباست ولكن انا المعنى او معنى الماضي موجود ضمنيا في الجملة طيب تعال نبص هنا على المثال how terrible my friend Adele has had an awful accident طبعا واضح عندنا ان الحدثة دي لما حصلت حصلت في الماضي ولكن زي ما قلت كده ما عنديش هنا definite time ما عنديش وقت محدد فعشان كده استخدمت has had اللي هو ال perfect present لان الاشارة للماضي هنا اشارة ضمنية يعني ايه ضمنية يعني مفيش حاجة في الجملة تدل على الماضي لأ انت فاهم ان هي في الماضي من المعنى الاستخدام التاني بنقول a reason after or before a present result يعني لما يكون عندي جملتين عندي سبب وعندي نتيجة والنتيجة دي كانت present يعني كانت مضارة فاذا السبب بستخدم فيه ال perfect present تعال نبص هنا على المثال he can't play دي هنا عندي ال result وزي ما احنا شايفين هي present في المضارة he can't play تعال بقى اديني ال reason اديني السبب his homework hasn't been done yet لان الواجب لسه ما تعملش لحد دلوقتي يبدأ الاستخدام التاني عندنا الاستخدام التالت بستخدم برضو ال perfect present مع two keywords يعني كلمتين من الكلمات الدلة اللي هي recently و lately طبعا recently و lately ممكن تلاقيهم او تستخدمهم في اشكال اخرى ولكن في الاغلب انا وجود recently او وجود lately عندي هنا بيعني استخدام ال perfect present تعال نبص برضو للمثال هنا a lot of roads in greater Cairo have been paved recently والاستخدام الرابع والاخير بنستخدم ال perfect present مع sense ولكن خلي بالك لما تكون sense ظرف زمني ركز في الحتة دي لان انا في الحلقة اللي فاتت قلت ان انا ممكن sense استخدمها كظرف زمني وممكن استخدمها قرابط زيها زي because او زيها زي as هنا لما استخدم sense كظرف زمني بيكون قبلها او باستخدم قبلها ال perfect present تمام وطبعا بيكون بعدها اللي هو simple past التصريف التاني للفعل تعال نشوف المثال I haven't seen her since we met in the library بعد ما اتكلمنا عن استخدامات ال perfect present خلينا مع بعض كده نحل مثالين وزي ما احنا متعودين هنحل المثالين دول بالطريقتين الطريقة المباشرة لما يجيلي سؤال عادي والطريقة الاخرى اللي هي اسمها learning outcomes او نواتج التعلم المثال الاول خلينا نشوف الجزء اللي هو الجزء المباشر ال direct عندنا السؤال I space in Alexandria since dad retired الاختيارات had lived have lived have been lived will be living طيب السؤال طيب السؤال اللي نسأله دلوقتي هل since هنا ضرف زمني ولا هل هي رابط بمعنى بسبب او لانه طبعا لو ركزنا هنعرف ان since هنا هي ضرف زمني وبعدها طبعا في simple past اللي هو التصريف التاني يبقى بيكون قبلها زي ما اتفقنا perfect present يبقى انا اختار دلوقتي perfect present ولكن انا مستر دلوقتي عندي اختياري من perfect present اللي هو بي و سي have left have been left have left تابع active have been left تابع passive طيب هي الجملة هنا active ولا passive تعال نبص كده الجملة بتبدأ by والفعل اللي موجود في الاختيارات live يعيش اوكي طيب هنا مع انا i قادر على القيام بالفعل اللي هو يعيش في الاسكندرية اذا الجملة هنا active مش passive يبقى اذا احنا مش محتاجين الاختيار c يبقى الاختيار اللي هنختاره هو have left تعالوا بقى نبص على السؤال من الجانب الاخر اللي هي learning outcomes او نواتج التعلم خلينا نقرأ كده i have left in alexandria since 2010 this means ده معنى اي i haven't left in alexandria since then i lived in alexandria in 2010 only i started living in alexandria in 2010 i no longer و no longer معنى اها لم يعود i no longer live in alexandria طيب في البداية كده احنا عايزين نعرف يعني i have lived in alexandria since 2010 الجملة هنا معناها ان الشخص ده بدأ يعيش في الاسكندرية من 2010 حتى هذا الوقت انا عايز بقى المعنى ده هل المعنى ده اللي هو i haven't left in alexandria since then ولا ولا i lived in alexandria والاختيارات هنا have done did had done was done طبعا الناس اول ما بتشوف last اللي هي موجودة في ناعية الجملة على طول بيفكروا في simple past او التصريف التاني للفعل ولكن خد بالك ان for زيها زي sense ممكن استخدمها كkeyword او كلمة دلة على perfect present حد هيقول لي يا مستر ما هي for برضو من الكلمات الدلة على simple past اللي هو التصريف التاني للفعل هقول له جميل هي فعلا من الكلمات الدلة ولكن في حالة ايه في حالة وجود حاجة تديني معنى ان الحدث انتهى ولكن في الحالة بتاعتنا هنا احنا مفيش حاجة تدل ان الحدث انتهى طيب الاختيار عندي هنا هيكون have done تعالوا نشوف السؤال بطريقة اخرى i started doing my post graduate studies in 2019 this means ده معنائي هالمعنائي i will be doing my post graduate studies for two years ولا معنى i have done my post graduate studies for two years ولا i did my post graduate studies for two years only ولا i did my post graduate studies two years ago طيب انا قلت لك لما تلاقي i started doing لما يقولك i started doing وبعد كده يجب لك عام من الاعوام اعرف ان هو بدأ الحدث في الماضي ولكن لحد دلوقتي الحدث ما زال مستمر يبقى هنا انا عايز حاجة تديني برضو نفس المعنى ان هو الحدث بدأ في الماضي ولكن لسه مستمر لحد دلوقتي فعشان كده هستخدم perfect present طيب اي مثال هنا او اي جملة هنا عندي اللي هي فيها perfect present ايوه بالضبط اللي هي بي i have done my post graduate studies for two years بعد ما خلصنا الكلام عن perfect present خلينا كده نعمل feedback خليني اديكم homework بسيط كده والسوء اللي هي بيقول which of the following sentences is structurally correct يعني جملة واحدة من الاربعة دول صحيحة a i haven't seen rami for the last time we were in the village b i haven't seen rami since the last time we were in the village c i haven't seen rami since the last time we have been in the village d i didn't see rami since the last time we were in the village كل اللي عليك ان انت تعرف الاجابة واكتب لي الاجابة بالطعريقات بعد ما خلصنا الحديث عن ال perfect present اتمنى تكونوا استفدتوا الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن relative pronouns وده درس مهم جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته